بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم هو عن حماية العين من المرض الإلكتروني كيف نحمي أعيننا من أشعة الأجهزة الإلكترونية مثل التلفاز والحاسوب والهاتف الذكي وما شابه التحديق بالشاشات هو ظاهرة العصر الكل يركز عيونه على شاشة الكمبيوتر أو الهاتف الذكي تشير الإحصائيات أن حوالي ثلثي البشر من الجيل الحديث يعانون من مرض الإلكتروني سنتحدث فيما يلي عن نصائح عملية لإراحة العيون والمحافظة على صحتها يتحدث العلماء عن ما يشبه وباء شامل لجتاح العالم لأن الناس يمضون أوقات طويلة يحدقون في الشاشات الموظفون يمضون في مكاتبهم ساعات يعملون أمام الكمبيوتر ثم يستخدمون الهاتف الذكي والحاسب المحمول في أوقات فراغه وحتى أثناء تناول الطعام أو حتى عند الاستلقاء على السريط وأمام هذا الجلوس المتواصل أمام الشاشات يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة سيجد المرء نفسه يعاني بعد عدة أعوام من مشاكل في العينين وأكثر من يعاني من هذه المشكلة هم من ولدوا في ثمانينات القرن الماضي لأنهم الجيل الذي بدأ فترة مراهقته وشبابه مع انتشار الكمبيوترات والهواتف الذكية ويحذر الخبراء مما يسمى الأمراض الرقمية التي تصيب العيون ففي دراسة حديثة تظهر أن 68% من جيل الثمانينات مصاب بتلك الأمراض كما نقلت صحيفة ديفيلت الألمانية والسؤال كيف تحدث المشاكل في العينين تبدأ معاناة العين بعد ساعتين أو أكثر من التحديق في الشاشة وآلية حدوث المشكلة كالتالي عدسة العين تفقد مرونتها وتضطر بذلك إلى بذل جهد أكثر من أجل رؤية الأشياء القريبة بوضوح ودقة وعراض الإصابة تتراوح من إحمرار العين إلى حصول حرقة في العين وأيضا جفاف العين وعدم القدرة على الرؤية الواضحة وتعب العين وتمتد المعاناة لتشمل الآلام في الرأس والظهر والرقبة وبحسب خبراء الصحة فإن مشاكل العين قد تتطور لتصبح مرضا خطيرا والسؤال أيضا كيف نحمي العين ونخفف من معاناتها بلا شك فإن أسهل إجابة هي التخلي عن كل أنواع الشاشات وعدم النظر إليها طبعا هذا غير ممكن في عصرنا الحالي فكيف إذن يمكن تخفيف معانات العين دون الاستغناء التام عن هذه الأجهزة أولا خفض الوقت الذي ننضيه ونحن نحدق في الشاشات والتقليل من استخدام هذه الأجهزة خاصة قبل النوم ثانيا عمل استراحات قصيرة متكررة بحيث إبعاد نظر الإنسان عن الشاشة وينظر إلى نقطة بعيدة قدر الإمكان كأن ينهض من على كرسيه ويذهب إلى النافذة وينظر باتجاه الأفق البعيد ويجب أن يحصل ذلك مرة كل عشرين دقيقة فالنظر إلى الأفق البعيد مهم جدا لأنه يعكس تماما القدرة الحقيقية لعيوننا لذلك يجب النظر باستمرار إلى أبعد نقطة ممكنة ثالثا الوضعية السليمة لشاشة الكمبيوتر هي بضبط إعدادات سطوع جهازك بشكل معتدل وأن تكون الحافة العليا لشاشة الكمبيوتر أخفض بخمسة إلى عشر سنتيمترات عن مستوى النظر ويجب إبعاد العين عن الشاشة بحوالي خمسين إلى خمسة وسبعين سنتيمتر رابعا استخدم مرشح الضوء الأزرق على أجهزتك الإلكترونية أو اتداء نظارات الكمبيوتر مع العدسات الواقية ويمكن زيادة الإضاءة في الغرفة لتقليل الوهج خامسا تطبيقا لمبدأ وداوه بالتي كانت هي الداء فإن هناك تطبيقا إلكترونيا يمكن من خلاله أن يختبر المرء ما إذا كان يعاني من الضغط والتعب ويختبر هذا التطبيق مقدار الوقت الذي تحتاجه العين لرؤية شيء بعيد بدقة عالية ثم رؤية الشاشة بدقة عالية وبالعكس وكملاحظة أخيرة فإن وضعية المكيف أو المروحة يجب وضعهم في مكان بعيد عن العيون بحيث لا يأتي التيار الهوائي الذي ترسله مباشرة إلى وجهنا أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية حبيبنا بانتظار رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع لا تدعها تتوقف عندك شاركها ولك الأجر والثواب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله